بسم الله الرحمن الرحيم ويؤكد حزب الوفد أن جموع المصريين مع القيادة السياسية في قرارها وعلى استعداد للنزول بالملايين لدعم جهود الدولة المصرية في منع تهجير أهالي قطاع غزة والتصدي لمخطط تصفيد القضايا الفلسطينية وحماية الأمن القوم المصري فالجميع لن يقبل أن عبسوا بأمن واستقرار هذا الوطن أو التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي بذل الشعب المصري من دمه وروحه من أجل استعادتها من أيدي الاحتلال الغاشم ويؤكد حزب الوفد أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني كانت رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تتزعزع عن موقفها كما أنه وضع العالم كله أمام مسؤوليته بضرورة إيجاد حل جزري للقضية الفلسطينية ووقف الاعتناءات الوحشية التي يتعرض لها سكانه غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي على مدار العشرة أيام الماضية ويشدد حزب الوفد بكافة أعضائه وهيئاته التنظيمية على وقوفه خلف الدولة المصرية وخيادتها في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف وفقا لمقتضيات الأمد القوم وشكرا